ومن الجزائر كمال زاية الكاتب والمحلل السياسي الجزائري ينضم إلينا سيدي لو نتحدث بداية عن السيناريوهات المتوقعة والمنتظرة مع رجوع بوتفليقة المتوقع أن يصل إلى الجزائر اليوم السيناريوهات عديدة ربما السيناريو الأول هو استمرار بوتفليقة في ترشيح نفسه وعدم الالتفات إلى كل هذه الجموع التي تخرج تقريبا بشكل يومي اليوم كانت هناك مظاهرة للطلبة في العاصمة وفي مدن أخرى كانت هناك استجابة نسبية إلى دعوة الإضراب العام والعسيان المدني مظاهرات أخرى مبرمجة خلال الأيام المقبلة السيناريو الثاني هو أن يتم تسحب ترشيح الرئيس بوتفليقة اليوم كان هناك مؤتمر صحفي وتصريحات لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح والذي قال إن الشعب والجيش لديهما نفس التطلع إلى المستقبل وأنهما يقفان في صف واحد وهو ما فهم منه أن الجيش ربما قد يكون اتخذ قرارا ما وأن هذا القرار أو قرارا مشابها قد يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة ربما هذا القرار لم يتم الإعلان عنه مدام الرئيس كان موجودا خارج البلاد لكن ربما بعد عودته قد يتم إعلان شيء ما أو استمرار بكل بساطة الاستمرار في مسعى ترشيح بوتفليقة المجلس الدستوري يفترض أن يعلن عن قائمة المرشحين الرسمي للانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام المقبلة وهذا الموعد هو موعد الحاسم لأنه إذا ما تم تثبيت ترشيح بوتفليقة لدى المجلس الدستوري فإن سحب ترشيحه يصبح تقريبا مستحيل وبالتالي قد يفهم من ذلك أن السلطة أو الجماعة الحاكمة مصر على الذهاب إلى ولاية خمسة مهما كلفها ذلك من ثمن وأنا ذلك سربما تدخل البلاد في نوع من قفزة ستكون لديها قفزة في المجهول ولا أحد يعرف إلى أي مدى ستصل هذه القبضة الحديدية بين شارع يرفض استمرار بوتفليقة في الحكم ولو كان لشهر واحد وبين سلطة أو جماعة حاكمة مصرة أيضا على الذهاب إلى ولاية خمسة إلى غاية هذا الوقت إلا إذا حدث جديد وتمت وقع تطورات أو تغييرات في اتجاه آخر نعم يعني كما ذكرت هناك استجابة واسعة سيد كمال العسيان المدني والإدراب الشامل كيف يمكن أن يؤثر العسيان المدني خاصة على الشارع والمضاهرة لا يمكن القول أن الاستجابة واسعة أو غير واسعة لكن هناك استجابة هناك الكثير هنا في العاصمة مثلا الكثير من المحلات والمؤسسات لم تفتح أبوابها اليوم ربما استجابة للعسيان المدني أو دعوة العسيان المدني والإدراب العام أو ربما فقط هناك من خشي على تجارته أو على محله من ما قد يطالها أو يطاله من عمليات عنف أو تخريب لكن المشكل أن هناك تأزما هناك توتر الشارع يشعر بأنه مستفز بأنه لا يتم الاستماع إليه بشكل جيد وأن مهما زادت المظاهرات وتزايد عددها وتعاظم عدد المشاركين فيها إلا أن السلطة تبدو إلى حد الآن غير مستعدة للتجاوب مع هذا ما يقوله الشارع وربما تضع في حساباتها أن مضي الوقت قد يجعل الشارع ييأس ولكن الشارع لا يبدو أنه كذلك لأن المنح الذي تأخذه المظاهرات وخاصة تلك التي يتم القيام بها كل يوم جمعة يشير إلى تزايد هذه المظاهرات عددا وانتشارا في الكثير من المدن حتى لا أقول في كل المدن وأيضا كل شرائح المجتمع أضحى التخرج وتطالب بإلغاء الولاية الخامسة اليوم رأينا مراهقين وأطفال أحيانا لا تزيد أعمارهم عن العشر سنوات يخرجون للشارع يغادرون المدارس ويقولون لا للولاية الخامسة وهذا منظر لم نره من قبل في الجزائر درجة الوعي ربما الموجودة لدى الكثير من الجزائريين تدفع نحو هذا الخيار وهو الاستمرار في المقاومة السلمية والتظاهر السلمي إلى غاية إسقاط الولاية الخامسة نعم من الجزائر كمال زايد الكاتب والمحلل السياسي الجزائري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك